ومن جهة أخرى تفتخر شركة نفط الكويت بمواصلة نجاحاتها المتميزة خلال عام 2022 خاصة بعد تمكن دول العالم من اجتياز أزمتها الصحية المتمثلة في انتشار فيروس كورونا المستجد بعد انتهاء جائحة كورونا استعادت شركة نفط الكويت نشاطها الاعتيادي وتحررت من القيود التي ربما حدت من بعض أنشطتها وعملياتها فأطلقت مرحلة جديدة نحو المستقبل المشرق الذي سعت إليه في مختلف استراتيجياتها وآخرها استراتيجية 2040 سجلت الشركة خلال سنة 2022 أبرز الإنجازات في مجال المشاريع والمبادرات في مختلف المجالات ففي مجال الابتكار افتتحت الشركة مركز حبارة للابتكار بمدينة الأحمدي بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وأبرز ما تحقق في مجال تعزيز الإنتاج عام 2022 وصول مستواه إلى منطقة عمليات شمال الكويت إلى 600 ألف برميل يومياً ويعتبر التحول الرقمي أحد أبرز الأولويات الحالية بالنسبة للشركة في الانتقال إلى مراحل متقدمة أكثر تطوراً وفي هذا السياق أطلقت الشركة منصة التمييز الرقمي التي تم تنفيذها أولاً للإدارات المعنية بإنتاج النفط الثقيل في حقلي أمنيغا وجنوب الرتقا نجح فريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار خمسة في تطبيق تكنولوجيا إنبوب التبطين أثناء الحفر للمرة الأولى في حقل مكدير فضلاً عن تسجيل رقم قياسي للحفر باستخدام هذه التكنولوجيا كما نجحت مجموعة تطوير حقول الغاز ومجموعة المساندة الفنية ومجموعة الحفر العميق بحفر أطول بئر أفقية بالطبقة الجراسية نجحت مجموعة الحفر التطويري واحد في أهم مشاريعها للسنة المالية 2021-2022 وذلك بتحسين أداء عمليات منصات الحفر في حقول شمال الكويت افتتحت الشركة كذلك المحطات التجربية المتنقلة لمعالجة المياه المرافقة للنفط والتابعة لمركزي التجميع 7 و 8 في جنوب الكويت نفذ فريق عمل إدارة المشاريع واحد غرب الكويت مشروع إنشاء مشاعب المسج الجديد للنفط الجراسي الخفيف والذي يعتبر من مشاريع الشركة المهمة ونفذته شركة كي سي سي للهندسة والمقاولات تشغيل محطة المجوع بي الكهربائية التي تعتبر ضمن مشروع استمر العمل فيه ثلاث سنوات بهدف تشغيل ثلاث محطات كهربائية رئيسية في حقلي برغان والمجوع حيث تم تشغيل المحطة الأولى في ديسمبر 2020 والثانية في أكتوبر 2021 شاركت شركة نفط الكويت ضمن عدة قطاعات حكومية وشركات القطاع النفطي في تمرين شامل سبعة الذي قامت بتنسيقه قوة الإطفاء العام وذلك تطبيقاً للخطط والبروتوكولات مع مختلف جهات الدولة في إطار الاستجابة لأي حادث أو كارثة على المستوى الوطني واستضافت شركة نفط الكويت على مدى خمسة أيام أعمال المؤتمر والمعرض الفني السنوي الثامن والعشرين لجمعية مصنعي الغاز فرع دول مجلس التعاون وكعادتها في كل سنة استضافت الشركة النسخة الحادية والثلاثين لاحتفالية السادس من نوفمبر بإطفاء آخر بئر نفطية وباليوم العالمي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية والتي نظمتها الجمعية الكويتية لحماية البيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية تحت شعار في أعقاب الكارثة النفطية تأهيل الأراضي المتضررة بالتلوث النفطي وذلك في معرض أحمد الجابر للنفط والغاز بالأحمدي وتم توقيع عقد بين جامعة الكويت ممثلة بمركز التمييز في الإدارة والقطاع النفطي ممثلا بشركة نفط الكويت وذلك في المبنى الرئيسي للشركة بالأحمدي